اشتركوا في القناة يعني لكويت فعلا لكويت في عرث صحيح يعني عندنا اليوم اللي هي الحملة الوطنية احتفل بانتماء صحيح يعني حلو الواحد يعني يصور هذا الفرح أو هذا الاحتفال الوطني بأشياء أو أشكال أو صور جميلة يعني لما احنا نطلع في الشارع نشوف طريقة الناس في ثقافة كانت خنقول قديمة الحين احنا مع الحملات هذه اليديدة مع الفكر مع الوعي قمنا نطور أول يعني أبو تركي تشوفهم ماسكين الرشاشات بالشارع هذه ظاهرة مو على تدل على أن هذا يعني فرح أو احتفال أو سلام بعدها بالعياد الوطنية غير الفوم ليش خلوني يمباع بعد ما يسير بعد جدام عيني وناس باشي بعد مسالفتهم سالفة بس لازم يسير عندنا ثقافة يعني يمكن الناس تصور حطي شيء جدامي وتبيضها لا تبيعون الحصارة الثقافة الحمد لله ما قام امنعه والفوم امنعه والأسلحة هذه أننا نستخدمها في صورة الفرح والوناسة فاليوم بالضبط معانا حمل الوطنية احتفل بانتماء صحيح احتفل بانتماء في تلك الفترة الذين اختصبوا هذه الأرض وهذا الوطن وحرقوا الخضر واليابس ولا رحمه ولا طفل لا عجوز لا شايب لا امرأة لا رجل شهداء هذا الوطن اللي سالت دماؤهم على هذه الأرض بالظلم والقهر والعدوان لن ينسى جيل بعد جيل لن ننسى هذه الأمور وهذه المواقب اللي يجب أن نذكر أجياننا ما زال التاريخ يذكر بالحرب العالمية الأولى والثانية للأسف البعض ينادي بإلغاء هذا التاريخ أو تغيير هذه الكلمات هذا التاريخ لم يمكن أن يتغير بين يوم وليلة وضحاها من بعد الحرب العالمية الثانية اختفى وطن من الخريطة العالم فهذه الأمور يجب أن تثبت فأمور كثيرة سأتكلم عنها ونرحب ضيفتنا صحيح فاعل كويت هي عروس الخليج والصراح تضل عروس الخليج وبنتحدث عن احتفل بانتماء مع سنان محمد الأحمد رئيس مجلس الإدارة قوافل إيقاثة والتنمية يا مساء الخير وياهلا ومرحبا فيك ياهلا وفيكم حياكم الله وكل الشكر لقناة الرأي على هذه الاستضافة وحمد الله على سلامتك ابو تركي الله يسلمك يا هابو دائما الرأي لها رأي غير مختلف والحديث معها مختلف جدا نعم وحملتنا اليوم هذه اللي إحنا كجمعية قوافل في انطلاقتنا هذه اللي نتمنى أن نحدث شيء جديد في هذا المجتمع وعي جديد طرح سلوب جديد للتواصل مع الناس نبي الناس تفرح ولكن نفرح بحضارة وشيء من الحضارة لذلك قوافل أطلقت هذه المبادرة وهي أول مبادرة لها بس أعطيكم تعريف عن جمعية قوافل شيء بسيط قوافل أول جمعية نسائية تنشأ في الكويت بمرسوم 2015 فأعضاءها الخمسين نساء نعم فنحن نتمنى أن يكون لها هذا دور داخل الكويت وخارج الكويت ولذلك كان من ضمن أهدافها أنه يجب أن يكون لها رسالة داخل المجتمع الكويتي ولأننا جزء من هذا المجتمع ولأننا جزء من هذه المنظومة قررنا أن في هذا الشهر يكون لنا دور إيجابي فكانت هذه الانطلاقة ولكن نريدها بوعي تام ورقي وحضارة لذلك سترى أشياء كثيرة في هذه الحملة وميزة بإذن الله نريد أن نشاهد معك وكيد معه ومع ريم ومع جمهورنا متابعينا في ديوم جهزة الكنترول مخرجنا السادة حسين جاهز سادة؟ جاهز سنشوف بالضبط مثل ما شفت ومشاهديننا فعلا احتفل بانتماء يعني نحن في شهر الفرح لازم نعبر عن الفرح بالطريقة الحلوة بطريقة السلام نقدر نحتفل نقدر نسوي كل هذه الأشياء من غير ضرر ولا شيء فنبي نعرف سنة شنو قصة احتفل بانتماء أكيد شفتي موقف صارت شيء عشان نطلعين هذه الحملة أولا هذه الحملة حبينا نسلط الضوء على أمرين الأمر الأول المظاهر السلبية ما تليق في المجتمع الكويتي ولا تليق فينا لأنها أول شيء الكويت في هذا الشهر يكثر فيها زوارها الخليجيين نظرة العالم لها ترى الكويت موشا مهامة فلذلك نحن نبي نري المجتمع العالمي وجميع المن في الخليج الكويت قدوة في كل شيء فبعض هذه المظاهر التي تكون عادة في المسيرات لا تمثلنا حقيقة ولا تمثل هذا الشعب ولا تمثل هذا المواطن الكويتي نحن نحب أن نبين أن الانتماء ليس بالمشهد الذي رأيناه الانتماء بتميزك بأدائك بإخلاصك في الوظيفة قلت ماذا أفعل أنا في هذه الإجازة وهذه العطلة والناس مسيرات ماذا تبقون أفعل؟ ما يمعنا نشارك نحن على الفكرة ننزل ميداني نحن ننزل في المسيرة بإذن الله تاريخ 25-26 ها موجودين كجمعية نحن موجودين والمتطوعين معنا موجودين ولكن بصورة الإيجابية صورة الإيجابية أننا نعرض هذه الرسائل على شاشات كبيرة في شارع الخليج الثاني نحن نحاول ننظف أول بول ما نترك أي شيء على الأرض صراحة ستتعاون معنا وزارة البلدية وزارة الدفاع طبعا هذه الاحتفالية تحت مضلة الشيخة أمثال الصباح الرعاية فخرية لها فتعرفون زهر الله خير شيخة مهتمة في جانبها البيئة فتتعاون معنا أيضا البلدية في هذا الأمر بحيثنا ما رح يكون ثاني يوم أي شيء على امتداد شارع الخليج على امتداد شارع الخليج رح يتم توزيع كياس للسيارات أن يا جماعة ما في مشكلة نحتفل بس ما في داعي إثارة هذه الأمور ووضعها على الشارع طيب شنو البديل البعض يشوف أن البديل وفي أسراء يشغل أغاني خصوصا البعض اليوم يشغل أغاني بعض العراقية في عيد التحرير والعيد الوطني وعندكم ممكن وجهة نظر في هذا الموضوع طبعا الصراحة وبحث لا أريد أن أقول شيء يعني أنا الحين مغزوة من عدو هذه الهجتة لماذا أثيرها تعرفون أنه ناس في المسيرة منهم بعضهم أبناء شهداء أبناء الأسراء الأسراء بعضهم إلى الآن ما رجعت رفاتهم لا يكون في جرح للمشاعر على الفكرة كنا قبل الغزو نطلع مسيرات بس ما كنا ننتر هذه الأمور كنا نرفع العلم الكويتي كنا نحط الأغاني الوطنية كنا نفرح ولا كنا نتذكر هذا المجد دعونا نعرف الناس اللي طالع الـ 25 فبراير و 26 هل فهم لماذا طالع نعرف ماذا هو 25 25 قد يكون جدي وجدتك وهما كانوا سبب في استقلال الكويت لما كان تحت الانتداب البريطاني هل الأسرة وعية لما طلعت في هذا اليوم وعية أبنائها لماذا طالع في تاريخ 26 26 قد يكون يعني أنا من الناس اللي زوج حماتي شهيد وصديقتي رحمة الله عليها شهيدة أنا إذا ما أوعي الناس لماذا طالعين لماذا لا نطلع في أيام المسيرات وبصور الشهداء خلي عرف نعم أننا من وهذه لا لماذا لا نطلع بالصور ونماذج الكويت قبل في الأيام الانتداب وبعد الانتداب خلي عرفون عيالنا إحنا شكاعد يصير معانا أنا دائما أقول إذا عندنا عندنا عيدين خلي يعيد ثالث إنجازات أبناء وطننا أنا أقول العيد الوطني هي مثل الأم اللي تفرح كل سنة باحتفالها بعيالها ويتشوف عيالها وين وصلوا رح تحطون على الشاشات عندكم طبعا رح يكون في رسائل توعوية إيجابية طوال الـ 25 و 26 من الظهر إلى منتصف الليل يعني إحنا ودنا نكون إيجابيين صراحة ودنا يكون لنا حتى أبناءنا يعرفون إحنا تعالى احتفل حياك الله بس لازم تعرف أنك في يوم الأيام لازم نحتفل فيك أنت وفحتسم الكويت عاليا خفاقا قواكم الله فعلا يعطيك ألف عافية يعني بس أكيد في يعني ما خلاش توصلين لهذا القرار أو لهذه الحملة وهذا الإصرار إلا أن أنت شفت مظاهر سلبية خليتك خلاص تقولي لازم نغير هذه الثقافة لازم نغير الواقع لازم نعكس صورة الكويت بالشكل الصحيح شن المظاهر السلبية اللي نضايك أو يعني خنتكلم فيها عشان يعني تحذير لهم ما يسوونها بالشارع أول مظاهر السلبية ما نراه في الشوارع على الفكرة مو بس شارع الخليج في الشالهات في المزارع في الشوارع اللي فيه الدائر الثاني والدائر الثالث وكل المناطق الكويت طيب يعني هل هذا فعلا يعكس إحنا كمواطنين لا كم عدد الناس اللي قاعد تخرج وكم عدد الناس اللي ترفض هذه الصورة إحنا لازم نخرج هذا الصوت وعلى فكرة إحنا اكتشفنا أن من خلال هذه الحملة اللي شارقونا لحد الآن تفاجأنا بكم مهول من الناس اللي في السوشيال ميديا اللي في الشخصيات المسايمة مثل أمثالها إحنا لو أقول واللي حبنا إن شاء الله رح نبرزهم أستاذة حسنية هاشم اللي هارا كانت رئيس مجلس إدارة بيتركوم كيمويات سابقا وهي اللي حائزة على أول امرأة تحصل على منصب نائب رئيس مجلس إدارة البترول وتمثل الكويت رح يكون في لقاء مع سيد كامل عبدالجليل وهو غني عن التعريب رح يكون في لقاء مع سيد عبدالحميد الجاسم إحنا نحط شخصيات وأسماء نهدف منها يا جماعة في ناس مواطنين حتى الأستاذة طلال سعاد عبدالله الشباب اللي طالعين الآن في الميديا وكثير منهم ناس لهم رسائل لا بد أن يظهرون هؤلاء إلى الساحة في هذه الأيام حتى يعرف أن إحنا هذين الكوتيين هذين اللي يمثلوننا سواء كان فنان سواء كان ممثل سواء كان إعلامي أمثالكم سواء كانوا في العمل الإنساني والتطوعي أمثال الأخت الآن معاني وهي موجودة الآن في اليمن وهي في تحت المجاعة ووضع المجاعة وكثير كثير من الأخوة لا بد إبرازهم لا بد إبراز هذا الأمر ولا بد إظهار هذا الأمر الأمر الآخر إحنا قاعد يعني نبني جيل قادم إذا ما نشتغل أنا وأنت وكلنا عليهم الحين رح يطلع جيل نخشى أنه يكون أسوأ من المشاهد التي نحن قاعد يشوفه لا ترى المدارس يقومون في دورهم طوال السنة أسألك أنا بحكم متابعتك أنا حقيقة أتمنى من وزارة التربية أن تسلط الضوء في الأيام العيد الوطنية ليس فقط في أن الطالب الأطفال يلبسون الأعلام ويلبسون الملابس وتعالوا حقا نحتفل لا بد يكون في توعية عندك أربع أسابيع في شهر فبراير والحمد لله المناسبة هي في آخر أسبوع تتوقعين يعرفون لشين المناسبات هذه لا مع الأسف ولا يعرفون لذلك في دور معوض المدارس لا تعلم لماذا تقول للمشاهد المدارس لا تعلم وشين المناسب لو كان وعي حقيقي لما شاهدنا هذه الممارسات لأن الطفل يجلس في المدرسة ما لا يقل عن خمس ساعات اللي هي مرحلة الوعي التام إلى سبع ساعات سواء كان في قطاع الخاص أو قطاع الحكومي أين الدور لو كان هذا الأمر واضح لما وجدنا هذه المشاهد وعلى فكرة ترى تخذ فترة طويلة عشان يحطون قرار يمنعون الفوم ترى سببها نحن معانا أحد العضوات في مجلس الإدارة دكتورة عيون تقول نحن ما نعاني إلا في أيام العيد الوطني من إصابات العيون وتروح العين ولا ترجع وما في بديل لها لذلك لا بد التسطيط لذلك نصل الآن حتى على الماء يا جماعة الماء اللي قاعدنا نرش فيه أنا نقول لحطوه بعيوننا لا ينروح من عيوننا تحدش مواضيع كثيرة تدري أن ضيفتنا كانت يوم اليوم معتقلة فهذه تجربة ثانية يعني تجربة يديدة نخليها بعد الفاصل بعد الفاصل يعني مشاهدين أكيد نستمرين مع ضيفتنا سنان ولكن بعد الفاصل نحن قلنا لكم قبل شوي أنا وزميلتي ريم أن ضيفتنا كانت يوم الأيام معتقلة ريم في الكيان عند الكيان الإسرائيلي فإذا تذكرون معنا قافلة الحرية أستاذ سنان كانت مع زملائها وعلى رأس هذه القائمة متواجدة وتم اعتقالها والتحقيق معاها وشوفوا ردها وشنو قالت خذينات شلي ورا شو مع ذكريت مع نشتك وصرت قبلها الحملة اللي كسرت فيها حاجز يعني التبرعات ما شاء الله نعم يعني أخوي بوتركي أنت أثر شجون طبعا هذا الكلام ترى 2010 شوفوا حين صالنا 29 سنين صار فيها عمر الموقف لما صار فيه تحقيق معنا شخصيا كل واحد تحقيق فطلبوا مننا الترجمة فقلت لنا أنا بتحقيق باللغة الإنجليزية يا لي أول شيء أنت من وين فقلت لنا أنا من دولة الكويت لكي يقول لي نعم قلت لنا أنا من دولة الكويت فقالي الكويت أنتوا روحوا أنتوا والخليج روحوا أمريكا روحوا فرنسا روحوا تسيحوا أنتوا شلكم في هذه المشاريع قلت لنا لعلمك أنا يا هذا المكان بعلم صاحب السمو ورئيس البرلمان رحمة الله عليه كان جاسم الخرافي وبعلم القيادة الحكومية والكويتية في آنذاك في ذلك الوقت كان يقول لي مثلوها فتعينا كان يقول لي توقعين وخليش تغادرني على أول طيارة قلت لها ما وقع قالت لها ما وقعته يتم اعتقالش وتدخلين للسجن ويمكن ما تطلعين قلت لها أنا مستعدة ومهيئة نفسي لشيء مثل هذا طبعا كان هو مثل الصدمة له ثم طبعا حملونا في سيارات نقل الموت وكانت هي عبارة عن فريزرات مجمدة درجة الحرارة فيها تحت الصفر ما أصف لك في كل لحظة وإن كان الإنسان الشعور فيه يعني أن أخذ إلى شيء مجهول بس تعرف الشعور للإنسان لما يكون حقق شيء ونصر قضية وعلى فكرة هذا الشيء مستمر ليس في دمي فقط في دمي ودم أبنائي ودم وطني ودم قياتي من أعلاها إلى أدناها لذلك نحن ليس في قضية يعني مناصرين القضية نحن القضية الفلسطينية عندها نفسنا نحن جزء منها الأكبر والجزء منها اللي يمثلنا لأننا نحن مسلمين رقم واحد أثنين القدس يتمثلنا ولن نتغير ولن نتبدل ولو تكرر هذا الأسطول مرات ومرات سأكون بإذن الله على رأس القائمة لا نخاف بالله لو ما تلائم ويشرفني ويشرف أصلا أتمنى أقول أبنائي يعني أنتو الجيل من بعدنا وتحملون هذه الرأية أصلا أننا سعيدين أن الكويت هي في محفل الأمم المتحدة وهي تطالب وتثير قضية فلسطين ويكتم التصويت عليها أنا فخورة أني كويتية حقيقة فخورة أني أنا أنتمي لهذا الوطن وأصلاع الزوجين أن يحمي ويحفظ هذا إذا كنت جاء يحتفل بانتماء وأعتقد أن هناك داعمين ريم والكويت فخورة فيتش وبالداعمين لهذه الحملات والصوت الذي يوصل للعالم إن شاء الله يارب فنشوف الداعمين لهذه الحملة ونرجع لكم أكيد كلنا بنحتفل بانتماء ونعكس صورة حلوة جميلة مشرفة عن الكويت أستاذ سينان عندك قافلة الضمير ريت تكلمين عن هذه القافلة القافلة خرجت العام في شهر ثلاثة في يوم المرأة العالمي وكانت تهدف إلى المطالبة بإطلاق صراح الأسيرات السوريات لدى النظام السوري وخرجنا من إسطنبول وعددنا 11 ألف إمرأة من تقريبا 35 إلى 40 دول في العالم نائبات شخصيات مهمة فمشينا في الباصات من إسطنبول إلى منطقة هتاي خذنا أربعة أيام بثلاث ليالي الهدف كان تسليط الضوء على هذه القضية بعدما وصلنا وصلنا هذه الرسالة وخذت دورها الإعلامي بعدها من بعد شهر ثلاثة العام إلى ثلاثة أو خنقشار أثنين هنا المفاجأة لم نقف عن المطالبة ولكن أخذت أبعاد ثانية وإذا بالبشارة ستنضلق في تاريخ عشرين ألا وهي سوف يتم إطلاق صراح الأسيرات العدد أكثر من 6 ألف إلى 7 ألف أمرأة من النظام السوري الله أكبر فأنا أعتقدنا هذا هو الحقيقي الانتماء الذي نشكله لأوطاننا ورسائلنا تجاه هذا العالم بارك الله فيكم بارك الله وجودكم يعني 11 ألف أمرأة نعم أيدكم بأيد بعض وقدرتوا تسوون يعني ما قدروا يسوون بارك الله بارك الله ختاما أستاذة سينان أختم أقول الكويت تستاهل وعلم الكويت لازم يظل خفاق عالي بأبنائها وببناتها بقيمهم بمبادئهم بإيمانهم بفكرتهم بتحقيق طموحهم للوصول إلى أعلى درجات علم الكويت يستاهل أكثر وأكثر شكرا لك شكرا أستاذة سينان محمد الأحمد رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل اللغاثة والتنمية شكرا جزيلا لك شكرا لكم أعتقد ريم وصلنا لختام حلقتنا مع مشاهديننا وإحبابنا لهذا المساء لكن نبدورا نودعكم لكن بعد الفاصل مع زميننا حمد إن شاء الله أنا بدورا أودعكم تصبحون على منام وصحب الأبدان وترك الختام مع زمين تريم صحيح وأنا بعد هم أن أقول لكم تصبحون على خير ويعني لطلبة الجامعة والفقرة الجامعية وكل ما يخص أمور جامعة مع زميني حمد تابروا